أهلاً وسهلاً بحضرتك الأب بوترو سانيال يعني سعاداء جداً موجودك معنا النهاردة وأنا الحقيقة سعيدة بدواجه خاص لأن أعتقد أننا لدي تجربة طويلة مع المركز السينما أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك وأنا بشكر حضرتك بالفعل هذا البرنامج حديث العرب من مصر وفي نفس الوقت أبهنئ جميع المصرين وعالم كله بعيد الميلاد والعام الجديد 2024 بطلب من ربنا نحل السلام في العالم كله وخاصة منطقتنا الشرق الأوسط وكفاية قتل أبرياء وضحايا كثيرة بسبب هذا العنف وهذا الإرهاب والآخر بطلب من ربنا أن يجعل العالم كله أسرة واحدة وأن بالفعل كلنا نشعر بأن إحنا أسرة ونبعد عن أي حرب وأي عنف وكلنا الحية بندعو مع حضرتك يعني الحية مش عارفة أبدأ منين لكن أعتقد أنه البداية من إسكندرية تبقى يعني بداية جيدة حداك إسكندراني إسكندراني محرم بيه من محرم بيه وعشت هناك فترة عشت طفولتي من طبعا من أولادة الحد بالزبط التعدادي مباشرة وبعد كيف أتنقلت في أماكن اللي دخلت الدير وأنا صغير دخلت عندك كم سنة؟ كان عندي 11 سنة إزاي؟ اخترت هذا الاختيار فكرة غريبة جداً ويعني حتى كل أمو كني يضحك عليها أنا مدرستي مدرسة سانتي كاترين اللي هي مدرسة تنتمي لينا الروبان إلى الآن أنا الروبان فرانسيس كان في المنشية وكان بابا يخذني كل يوم بدل ما لعب مع زملاتي يخذني جوا الكنيسة فكنت أصلي أنا صغير صراحة عاوز أروح ألعب مش عايز أصلي يعني عايز أجري فشافني راهب من كرواتيا فراجاكمو فكان عنده هنا يحط حاجات حلوة في الجيب كده في الكوم يتطلع يديني حاجة حلوة فأنا حبيت كده صراحة ما فيش بينا لغة لأنه بتكلمش عربي وأنا طبع عافش إيطالي أو كرواتي وكان بيننا الابتسامة وهذه الهدية فأنا حبيت أبقى زيه بس ما قلتش بابا أنا عايز أدخل للدير عشان كده طلبت من بابا في الأول كان رافض أنت صغير لما تفهمش حاجة في كده ممكن تدخل وتزهق وتمشي وعادي يعني اعترض في الأول لما لأني مصمم فقالي خلاص وإنت مسؤول عن نفسك وبالفعل دخلت وأنا عندي 11 سنة في الدير يعني لما حيك دخلت الدير 11 سنة كنت يعني متفرر للحياة هناك ولا ما بين المنزل والدير كنت أعد طول الأسبوع بس نروح كان كلنا بناخد الجمعة بس أجهزها اللي هم ساكنين في اسكندريس طبعا ساكنين القاهرة بيأخذوا كل فطرة طويلة في الأجهزات الكبيرة لكن أنا كنت كل جمعة من حقي أروح البيت وأرجع تاني جمعة بالليل ما بيتش في البيت ونكمل كده الأسبوع كله ثم جاءت يعني علاقة حضرتك بالموسيقى بالزر وبالعسف كيف جاءت؟ صدفة برضو يعني أنا تقريبا حتي معظم صدفة كان أنا بحب أقف أول الطابور في المدرسة علشان فيه لو فيه شغب وكده من حد ما عايز ألتزم زي ما والدي و والدتي علموا فكان اللي بيشيري الكسيريفون كان غايب فاخدوني أنا مكنتش راضي فلما شلته وعجبت من الوقت اللي بيعزفه كده فأولتو طبعا عايزة يشير كل يوم الكسيريفون ومن وقتها حفزت النشيد الوطني بلادي بلادي والمارش والحاجات اللي بيعملها الرئيسية ولم هو خلاص كان أكبر مني خلص السنة فأنا قلت أعزف المكان وبالفعل بقيت أعزف المكان ودي كانت بدايتي في الموسيقى ثم بقيت أبحرت في الموسيقى بدراسها مع دكتورة ماجرية بن نوتا والحمد لله داتي عندي كرار كبير جدا ولفينا كندا وسويسرا وإيطاليا ولما جي قدس البابا فرنسيس 2017 في المصر كان لنا الشرف كرارنا هو اللي يحيي الأداس في الاستاذ الرئيسي كنا كرار الرئيسي إحنا وداتي يعني توزيعات الموسيقى الكبيرة العيد الميلاد وكده أنا بألفها درجة الأجانب بيستغربوا على التوزيعات الصعبة جميل